بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب مرة ثانية في استكمال توزيعات المعاينة للأوساط الحسابية اللي بدأنا في الدروس السابقة بنظرية 7.1 و7.2 ونستكمله اليوم بنظرية 7.3 إذا تم اختيار كل العينات الممكنة من الحجم N وكان السحب يتم بإرجاع من أي مجتمع محدود حجم N الكبيرة توزيع المجتمع الأصلي بيكون غير معروف فإن التوزيع العيني للإحصائية أو للإحصاء X bar يتبع توزيعا طبيعيا بمتوسط ميو X bar بتساوي ميو وانحراف معياري Sigma X bar بتساوي Sigma على جزر N وذلك بشرط أن يكون حجم العينة كبيرا يعني حجم العينة كبيرا يعني يكون حجم العينة عندي أكبر من الثلاثين ويكون المتغير العشوائي Z بنحصل عليه والذي يتبع التوزيع الطبيعي القياسي بطرح المتوسط والقسمة على الانحراف المعياري بزد بتساوي X bar ناقص ميو على Sigma على جزر N مثال مجتمع مكون من المفردات التالية 2, 2, 2, 2, 4, 5, 7, 7, 7, 8 9 مفردات موجودة عندي أوجد احتمال متوسط عينة من الحجم حجم العينة كان 35 أن يكون هذا المتوسط أكبر من 5 إحنا عارفين أن متوسط العينة بنرمز لبرنامز X bar إرشاد مدهوني في حل المثال أو في هذا المثال أني بوجد الأول المتوسط والانحراف المعياري للمجتمع وهما عن طريق جمع التسع مفردات الموجودة عندي وقسمتهم على عددهم مجموعهم هل لقية عندنا 44 وقسمتهم على التسعة 44 على تسعة حيكون الناتج 4.889 ثم بأخذ كل قيمة من هذه القيم وأطرح منها المتوسط وربع الناتج ثم أجمع هذه المربعات مربعات انحرافات القيم عن وساطها الحسابي وأسم على N للحصول أو N ناقص واحد للحصول على الانحراف المعياري سجما إلا حيكون عبارة عن 2.331 حيث أن إن أكبر من 30 إذا نتحقق الشرط فإن التوزيع العيني اللحصائية X bar يتبع توزيعا طبيعيا بمتوسط نفس المتوسط هو هو لأنه احنا عارفين أنه ميو X bar بتساوي الميو هتساوي نفس القيمة اللي كانت عندي في المجتمع ولكن الانحراف المعياري هو اللي هيختلف هاخد الانحراف المعياري اللي موجود عندي هنا 2.331 وقسمه على جزر حجم العينة اللي كان 35 حجد إن الانحراف المعياري للX bar سجما X bar أصبح 0.394 إيجاد المطلوب في المسألة أو في هذا المثال وهو احتمال إنه الX bar تكون أكبر من 5 كالعادة بنقوم بتحويل الX bar إلى Z وذلك عن طريق طرح ميو من هذه القيمة 5 نائس 4.889 وقسمته على الانحراف المعياري سجما على جزر إن فبنحصل على القيمة 0.28 هذه القيمة 0.28 على الرسم اللي موجود عندي للمتغير الطبيعي القياسي Z عايزين أو نحتاج إلى إيجاد هذه المساحة هذه المساحة لا يعطيها الجدول كمان أعلم إنما أنا عارف إنه الجدول يستطيع إعطاء القيمة من 0 حتى 0.28 حتى أوجد هذه القيمة من الجدول ثم أطرحها من كامل المساحة ناحية اليمين وهي نصف نص نائس القيمة إزاي بعمل بحس على 0.2 كل أولادي عارفين إنه إحنا بنعمل بحس عن 0.2 أسفل 8 من 100 فنجد القيمة 0.1103 ويكون الناتج 0.389 النظرية الجديدة 7.4 تتحدث عن اختيار أو سحب العينات بدون إرجاع إذا تم اختيار كل العينات الممكنة من الحجم إنه ولكن هذه المرة بدون إرجاع من مجتمع محدود حجم إن توزيع المجتمع الأصلي غير معروف كما كان في النظرية السابقة تماماً فإن التوزيع العيني للإحصائية إكسبار يتبع توزيعاً طبيعياً بمتوسط ميو إكسبار بتساوي ميو لا يختلف المتوسط أبداً بينما الانحراف المعياري بيكون سجما إكسبار حيساوي سجما على جزر إن وهو حالة السحب بإرجاع السابقة ولكن هذه المرة مضروف في جزر إن نائس إن على إن نائس واحد حيث إن هذه حجم المجتمع وإن الصغيرة حجم العين هذه القيمة التي تم الضرب فيها للحصول على الانحراف المعياري لإكسبار تسمى معامل التصحيح مع إمكانية إهمال هذا الحد إذا كان حجم العين إن أصغر من خمسة من مية من حجم المجتمع أي في كل مرة بننظر إلى قيمة الإن ونقارنها بقيمة صفر فاصل خمسة من حجم المجتمع إن فإذا كانت هذه القيمة أصغر من الخمسة في المية من حجم المجتمع يتم إهمال معامل التصحيح أما إذا كانت أكبر منها فيتم استخدام معامل التصحيح للحصول على قيمة لانحراف المعياري للمتغير العشوائي X بار وإن شاء الله هناخد مع بعض مثال يوضح هذه النظرية مجتمع مكون من المفردات التالية 222 456 7778 واضح إن المجتمع يتكون من 10 مفردات بيقول يوجد حساب متوسط المجتمع الأصلي وانحراف المعياري كالعادة متوسط المجتمع مجموعهم لو جمعناهم هنلاقي أن المجموع بيساوي 50 مجموع X على N بيساوي 50 على إن هنا الكبيرة لأننا أتكلم عن المجتمع الأصلي 50 على 10 بيساوي 5 الحراف المعياري كل قيمة من هذه القيم سأقوم بترححة الخمسة منها وتربعها ثم قسمة على حجم المجتمع اللي هو ال-N لإيجاد الانحراف المعياري حساب مطسط مطسطات العينة اللي هو ميو للإكس بار وكذلك لانحراف المعياري سجم للإكس بار إذا كان حجم العينة N بيساوي 2 والسحب بدون إرجاع لو نلاحظ مع بعض حجم العينة N بيساوي 2 حجم المجتمع بيساوي 10 5 من 100 من العشرة بيساوي نص إذن N بتساوي 2 أكبر من النص وبالتالي لا يمكن إهمال معامل التصحيح المطسط والإنحراف المعياري حسبنا 5 والسجم بتساوي 224 زي ما قلنا بنبص على حجم العينة حجم المجتمع نضربه في 5 من 100 حجم العينة كان عندي أكبر من النص أو أكبر من 5 من 100 من حجم المجتمع وبالتالي لا يمكن إهمال معامل التصحيح هناخده في الاعتبار عند حساب الانحراف المعياري سجم على جزر N في N الكبيرة بعشرة ناقص N الصغيرة ب2 على 10 ناقص 1 مضربة في سجم ب2 24 على جزر N اللي هو حجم العينة حيساوي 1.4933 وكالعادة ميو ميو اكس بار زي ما احنا عارفين بتساوي ميو الأصلية ميو ميو شكرا